اشتركوا في القناة والد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبركات باسمي ونيابة عن إخواني منتسبي قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين والتي نعتز ونفخر برعايتكم التي تعتز وتفخر برعايتكم لها حتى وصلت لهذا المستوى المشرف الذي مكنها من أداء رسالتها وفقا لرؤية جلالتكم الحكيمة للحفاظ على سيادة ومكتسبات وطننا العزيز والمساهمة في تحقيق نهضة ورفعة وتطلعات شعبكم الكريم في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم والمشاركة الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي من خلال مشاركتها ومساندتها للقوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة إن رجالكم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة العزيزة يجددون لجلالتكم العهد والولاء معاهدينكم على مواصلة مسيرة قوة الدفاع الحافلة بالإنجازات مستنيرين بتوجيهات جلالتكم السديدة للوصول لأعلى مستويات الجاهزية القتالية والإدارية والسعي بكل عزيمة لتحقيق التكامل والتوازن في المجال العسكري من خلال توطين التقنيات الحديثة والتحول الرقمي داعينا الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم ويجعلكم ذخرا لمملكتنا الغالية وشعبها الكريم وأن يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار في ظل عهد جلالتكم الزهر ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين سيدي ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر